مرحباً لكم في المحاضرة الأولى من الدورة التدريبية الخاصة بالستاندرد الدورة عبارة عن سلسلة من محاضرات الفيديو وأخوذها بناء على كتاب الكتروني مقدم في دليل المواصفات القياسية للمباني والستاندرد سنبدأ في الجلسة الأولى بالتعرف على هذه المواصفات القياسية والستاندرد هو عبارة عن دليل تم إصداره أو إصدار نسخة الأولى من هذه المعايير نتيجة سبع سنوات من الجهود المتضافرة بين عدد كبير من العلماء والمهندسين والخبراء في صناعة الإنشاء قد تم إطلاق دليل المواصفات القياسية للمباني وال من قبل مؤسست ديلوس لايفين ويقوم المعهد العالمي للمباني بأعمال إدارة النظام أو الدليل بينما تقوم مؤسست ترخيصاً أعمال الخضراء جي بي سي آي لإصدار شهادات الدليل في الأساس يقدم حزم من الاستراتيجيات والمستهدفات الأداء وخطوات الحصول على شهادة ول للمباني التي توجب على المشروع تحقيقها بالنسبة للنسخة الأولى التي تم أصدارها فهي قابلة للتطبيق على المباني التجارية والمباني المؤسسية وهي تندرج ضمن ثلاثة صنيفات رئيسية المباني الجديدة والقائمة الأعمال الداخلية الجديدة والقائمة والمباني الأساسية بينما البرامج التجربية هي جزء من منظومة دليل مواصفات القياسية المباني وال وتضمن المباني السكنية والمباني للإيجار العقاري والمطاعم ويمكن لهذه الأنواع من المشاريع الانضمام إلى البرامج التجربية في عملياتها التطويرية التي ستشمل في المستقبل أيضا المنشآت الرياضية والمراكز الصحية والتجمعات المدنية بالنسبة للشهادة الشهادة تتم عبر الحصول على عدد من النقاط تحقيق متطلبات وعدد من النقاط كما هو موضح في الجدول أمامكم بالنسبة للشهادات الخاصة بالمشاريع والبالدينج ستاندر لدينا بالنسبة للدرجات سيلفر، جولد، بلاتينيوم يجب تحقيق كافة الاشتراطات المسبقة الإلزامية بالإضافة إلى نسب موزعة على النحو التالي أيضا هناك شهادة شهادة التزام المباني الأساسية هي شهادة طعطة للمباني الأساسية التي تحقق كافة الاشتراطات المسبقة الإلزامية واشتراط تحسيني واحد في كل مبدأ من المبادئ السبع سنتكلم بالتفصيل لاحقا عن هذه المبادئ والاشتراطات بالنسبة للأنواع المشاريع فيجب الانتباه دائما بأن هذه النسخة الأولى صالحة فقط للمباني التجارية ومباني المؤسسات بالنسبة لعدد البنوت الواجب تحقيقها ضمن كل نوع من أنواع المشاريع فنلاحظ أن مباني الجديدة والقائمة يجب تحقيق 41 بري كونديشن اشتراط مسبق بري كونديشن 41 اوبتومايزيشن 59 والمجموع يكون 100 بنت بالنسبة للأعمال الداخلية الجديدة والقائمة بري كونديشن 36 اوبتومايزيشن 62 توتال 98 كور انت شل أقل عدد من البنوت بري كونديشن 26 اوبتومايزيشن 28 توتال 54 بالنسبة لأنواع المباني لشرح أكثر وتفصيلي عن المقصود بأنواع المباني البند الأول المباني الجديدة والقائمة يمكن تطبيقها على كافة المباني الجديدة والقائمة التجارية والمساسية طبعا وتشمل تصميم المشروع والإنشاء ومبادل تشغيل المبنى وتطبق أيضا على المباني المكتبية التي تكون فيها 90% من المساحة الكلية مشهولة من قبل المالك وتخضع لإدارة تشغيل واحد بالنسبة للأعمال الداخلية الجديدة والقائمة فتشمل مشاريع المكاتب الجديدة التي تشغل حيزة من المبنى أو المكاتب في المباني القائمة وتخضع لتعديلات جوهرية وتخضع لتعديلات جوهرية في المباني الأساسية كور أنتشيل الحاصلة على شهادة وفق ويل يوجد العديد من البنوط المطبقة مسبقا يمكن استفادة منها على صعيد الأعمال الداخلية ويمكن الحصول على شهادة ويل للمستأجرين حتى لو أن المبنى الأساسي كور أنتشيل غيره حاصل على شهادة ويل بالنسبة للمباني الأساسية يوجد كما قلنا سابقا شهادة التزام المباني الأساسية كور أنتشيل كومبليانس هي شهادة طوط المباني الأساسية التي تحقق كافة الاشتراطات المسبقة الإنزامية واشتراط تحسيني واحد في كل مبدأ من المبادئ السبع وهي شهادة من درجة واحدة دون أي توصيف بمعنى لا يوجد شهادة فضية وذهبية أو بلاتينية وتشمل مباني الأساسية لهيكل إنشاء المبنى مواقع النوافذ الزجاج المستخدم مكونات المبنى أنظمة التدفئة والتكييف والتهوية جودة الماء وتعتبر المباني الأساسية إذا كان 25% من مساحة المبنى المشروع تحت إدارة الماء نقطة رئيسية ممكن أن تكون سؤال فيها الامتحان بغض النظر عن المساحة التي تحكم بها المالك يجب على كل المساحة 100% من المبنى الالتزام بتحقيق متطلبات شهادة التزام المباني الأساسي النقطة الرئيسية من وراء نظام ويل المطلعين على أنظمة تقييم المباني والأساسية على المباني المستدامة لاحظة تركيز الدائم على الطاقة على المياه على البيئة مع ذكر بسيط لصحة الإنسان صحة مستخدم المبنى بالنسبة لهذه المعايير معايير ويل فهي تركز على صحة مستخدم المبنى على صحة الإنسان تركز على العناية الصحية والأنظمة الحيوية البشرية لذلك ستجد دائما بقرب كل بند رسم موضح عليه الأجهزة الحيوية التي يؤثر عليها هذا البند أو التي يتأثر بها هذا البند بالنسبة لخطوات أو مراحل الترخيص يجب في البداية تحديد فريق العمل فريق المشروع بناء عليه يتم تسجيل المشروع على الموقع يتم تسجيل المشروع على الموقع الإلكتروني الرسمي project.willcertified.com وعملية تسجيل تطلب تقديم معلومات أساسية عن المشروع وتوضيح نطاق عمل المشروع ونوع المبنى ويجب تحديد نوع المبنى في هذه المرحلة بناء على المساحة الأساسية المشروع كما تكلمنا سابقا والتي تحدد لاحقا البنود الواجب تحقيقها حسب نوع المبنى المعتمد بعد التسجيل يجب استكمال عملية تقديم الوثائق وتحديد موعد مطابقة الأداء خلال المدة الزمنية المسموح فيها وهي بالنسبة للمشاريع ذات الأنواع الثلاثة التي تكلمنا عنها سابقا خمس سنوات من تاريخ التسجيل بينما في البرنامج التجريبية فهي ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل الآن سنقوم بتحرك سريع وفق مراحل الترخيص فريق المشروع يقوم بتسجيل المشروع على الموقع يتم تحديد المحكم أسسر من قبل من قبل جي بي سي آي فريق المشروع جمع المعلومات وتحضير الوثائق المحكم سيقوم بتقديم الدعم الفني بعد تقديم الوثائق لمراجعة يتم اكمال المراجعة من قبل المحكم ثم تحديد موعد مطابقة الأداء في حال موافق عليه وبعد القيام بمطابقة الأداء في الموقع يتم الإصدار أو إعداد تقرير ويل النهائي لاحقا يتم الحصول على الشهادة بالنسبة للتسجيل خطوات التسجيل كما تقلبنا سابقا ننجب تسجيل على الموقع الموضح أمامكم project.wellcertified.com بالإضافة لعملية تسجيل تتطلب تقديم معلومات أساسية عن المشروع مدة تحديد موعد المطابقة الأداء يجب أن تكون كما قلنا بالنسبة للمشاريع حسب مشاريع ذات أنواع ثلاث خمس سنوات من تاريخ التسجيل بينما لمشاريع التجربية ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل في هذه المحاضرات سيتم التركيز دائما على النقاط التي قد تأتي في امتحان الحصول على شهادة والأي بي لذلك ما قد ترون معلمة باللون الأحمر هو أفكار رئيسية يجب أن تباه إليها وقد تكون أسئلة في الامتحان في حال كلمة المتوقعة أن تتجاوز العملية عملية التسجيل وعملية الحصول على الشهادة ووصولا لموعد المطابقة الأداء ممكن أن تتجاوز المدة الزمنية المسموح بها يجب على فريق المشروع تقديم طلب إلى المعهد العالمي للمباني قبل انتهاء المدة بسنة واحدة على الأقل مع ضرورة تبيين الأسباب التي تمنع الالتزام بالمدة الزمنية المسموحة طبعا في هذه الحالة يجب دائما الأنتباه أن عملية تقييم المبنى ستتمفق النسخة المعتمدة من دليل مواصفات القياسية المباني والعند التسجيل ولكن يحق لفريق المشروع اختيار التقييم على النسخة الأحدث في حال الرغبة بذلك الآن نتكلم عن المحكم والأسيسر بعد التسجيل يعني بعد التسجيل تقوم مؤسس تلخيص الأعمال الخضراء جي بي سي آي بتعيين المحكم وهو والأسيسر على المشروع يعد المحكم هو الطرف الثالث المسؤول عن تقييم ومراجعة المشروع قبل خطوة تقديم الوثائق لمراجعة يمكن المحكم أن يقوم بالرد على الأسئلة التقنية عن بنو دول وبعد التقديم يكون المحكم هو المسؤول عن مراجعة الوثائق وعن أنشطة مطابقة الأداء على سبيل المثال المحكم هو المسؤول عن إجراءات الاختبارات متعلقة على المتطلبات الأساسية لجودة الهواء بعد شغال المبنى الآن سنتكلم عن فريق المشروع بروجيكت تيم يتكون في العادة من المدير المنتدب المشروع بروجيكت أدمنستريتر من المالك أونر من الأشخاص المخوّلين بتوقيع والاعتماد بالإضافة ل سنتكلم بالتأكيد بشكل أوضح عن كل واحد من هؤلاء المدير المنتدب للمشروع بروجيكت أدمنستريتر يقوم في مشاريع ويل بدور مدير المشروع ويقوم بالإشراف على خطوات الترخيص ويعاد نقطة الاتصال الرئيسية مع مؤسس ترخيص الأعمال الخضراء جي بي سي آي وهو يقوم باستلام تقرير ويل النهائي بعد إجراء تقييم الوثائق ومطابقة الأداء بالإضافة إلى حزمة الشهادة متعلقة المدير المنتدب للمشروع قد يكون ويل A-P أو مالك المشروع أو أي ممثل معتمد من قبل فريق المشروع وسيكون مسؤولا عن توفير كافة الوثائق وذقة معلومات فيها قبل تقديمها للمراجعة أونر المالك هو المسؤول عن تخويل عملية التسجيل للمشروع ويطلب منه أيضا مطابقة بعض الوثائق الخاصة ببعض بنوة دليل مواصفات القياسية مالك المشروع قد يكون مالك فردي أو ممثل للمالك مع صلاحيات اتخاذ القرارات بما يتعلق بالمشروع في حال وجود أكثر من مالك ضمن المشروع يجب أن يتم تحديد أحدهم ليكون المالك المسجل للمشروع في عملية الترخيص بالنسبة للأشخاص المخولين بالتوقيع والاعتماد في بعض البنوط قد يتم طلب مطابقة لمواصفات تصميمية أو تشغيلية معينة لذلك يجب تحديد الأشخاص المخولين بالتوقيع والاعتماد مثل المقاول المصمم مهندسي الميكانيك والكهرباء والتمديدات الصحية وهم المطالبون بتقديم توضيحات محددة وحسابات متعلقة بالمشروع بالنسبة للمحترف المعتمد والأي بي هو الشخص الحاصل على شهدته والأي بي وهو قد يساعد في قيادة عملية الترخيص والحصول على الشهادة بنجاح أن تعيين المحترف المعتمد له والأي بي ليس شرطا ضروريا في المشروع ولكن وجوده سيساعد في تحديد النقاط الأساسية لتحديد المتطلبات بالنسبة للوثائق المطلوبة يوجد ثلاث أنواع رئيسية للوثائق والمستندات المطلوبة أولا الوثائق التفصيلية Annotated Documents وتشمل مخططات التصميمية مع توضيح المعلومات تتصل بمتطلبات ول وتشمل جداول التشغيل المستندات السياسات مثل دالين ووظفين وغيرها بالإضافة إلى بقية المستندات المتعلقة بالتقارير وملاحظات العمل ثانيا رسائل الضمان Letters of Assurance وهي رسائل منحصة للضمان يجب تقديمها من قبل الشخص الاحتراف المسؤول عن موضوع معين ضمن بنود دليل المواصفات القياسية المبانويل في مجالات التصميم والإنشاء والتشغيل رسائل الضمان يجب أن تكون مهتمدة من قبل المختصين مرخصين وهم المهندسين معمريون مصممون قاولين والمهندسين بشكل عام ثالثا الوثائق العامة General Documents وتشمل مخططات توضيحية للطوابق والمخططات الميكانيكية بالإضافة لشرح تفصيل المشروع قائمة بالبنود المراد تحقيقها من بنود ويل بالنسبة لتقديم الوثائق والمراجعة والاعتماد يجب على المشروع أن يكمل مرحلة مراجعة الوثائق بنجاح للحصول على إشارة معتمة أبروفت على موقع ويل أونلاين قبل الانتقال إلى مرحلة مطابقة الأداء الجولة الأولى من المراجعات تتم من قبل المحكم بعد تقديم الوثائق والتحقق من صحتها حيث أن المحكم يجب أن يقدم نتيجة مراجعة الابتدائية خلال من 20 إلى 25 يوم عمل من تاريخ التقديم وتشمل مراجعة الابتدائية على متطلبات التي تم تحقيقها والمعلومات الإضافية المطلوبة عند الحاجة إليها في حال كانت الوثائق مكتملة يمكن انتقال مباشرة للمرحلة التالية وسيتم إبلاغ فريق العمل في حال كانت بعض الوثائق المقدمة غير دقيقة أو لا تحقق المطلوب منها وفي هذه الحالة يحق لفريق العمل تصحيح الوثائق الخاطئة وتقديمها لجولة ثانية من مراجعة الوثائق والتي سيرود عليها المحكم أيضا خلال 20 إلى 25 يوم من تاريخ تقديمها وفي حال لم تكن الوثائق مكتملة أو محققة للشروط بعد جولتين مراجعة سيكون هناك رسوم إضافية additional fees على الجولة الإضافية سيتم هناك كل جولة مراجعة إضافية سيكون عليها دائما رسوم بالإضافة إلى 20 إلى 25 يوم عمل للرد عليها سيتم اختار فريق عمل المشروع عن طريق المحكم عند مراجعة واعتماد الوثائق وعندها يحق للفريق الانتقال إلى مرحلة تحديد موعد مطابقة الأداء Performance Verification البنود التي تم اعتمادها في مرحلة مراجعة الوثائق سيتم مطابقتها لاحقا والتحقق منها في هذه المرحلة بالنسبة لمطابقة الأداء Performance Verification قبل الانتقال إلى تحديد موعد مطابقة الأداء يجب تحقيق مجموعة من الأشتراطات وتختلف حسب نوع المشروع وحسب البرنامج التجريبي كما هو موضح في الجدول أمامكم هذه الشروط هي تقديم كافة الوثائق المطلوبة واعتمادها على الموقع الرسمي والأونلاين ثانيا أن يمر شهر واحد على الأقل بعد صدور شهادة الإشغال أو الإنجاز وأن تحقق على الأقل 50% من نسبة إشغال المبنى المتبقى حاجة هذه الاشتراطات ملخصة بالجدول التالي بالنسبة للقياسات الموقعية والاختبارات On-site measurements and inspections يقوم المحكم بتقييم كافة المعاملات البيئية المنصوصة عليها ضمن بنود دليل المواصفات القياسية المباني على سبيل المثال يتم التأكد من جودة الهواء جودة الماء الخصائص الضوئية الاعتبارات الحرارية وعناصر التحكم الصوت بنتيجة القيام بالقياسات الموقعية والاختبارات السابقة يتم إعداد تقرير ويل النهائي وهو التقرير التفصيلي الذي يعالج كل بنت من البنود المطلوبة عسب دليل المواصفات ويل ويقوم المحكم بتوفير التقرير على الموقع الرسمي ويل أونلاين خلال 40 إلى 45 يوم عمل من تاريخ الزيارة الموقعية التقرير يشمل تفاصيل الاختبارات ونتائج التحليل ونتائج مطابقة الأداء مع الوثائق المعتمدة سابقا وفي حال لم يحقق المشروع متطلبات وبنود دليل المواصفات القياسية ويل فأن التقرير سيوضح ذلك وبعد صدور التقرير على فريق العمل قبول التقرير أو إجراء تصحيحات الأولية المطلوبة ويحق أيضا لهم الاعتراض على نتيجة التقرير خلال 180 يوم عادي وليس يوم عمل في حال لم يتم إجراء أي من الاختيارات السابقة مع نهاية الفترة المحددة فأن التقرير يعتبر نهائيا بالنسبة للاعتراضات في حال كان هناك وجود اعتراضات يوجد دائما رسوم ثابتة للاعتراضات رسوم ثابتة لفريق العمل يحق له الاعتراض على أي نتائج من التقرير مقابل رسوم إضافية حيث يتم تقديم اعتراض منفصل لكل بند لكل بند بند هو الفيتشر يراد الاعتراض على نتجته جميع الاعتراضات يجب تقديمها خلال 180 يوم من تاريخ صدور التقرير الاعتراض يجب أن يوضح سبب الاعتراض وتحديد الأخطاء المكتشفة في التقرير لذلك بعد استلام الاعتراض يتم الرد عليه أيضا خلال من 20 إلى 25 يوم عمل كما يمكن للفريق الاعتراض أيضا عن نتيجة مراجعة الاعتراض في حال الرغبة على أن يتم الاعتراض الثاني خلال مدة 90 يوم عادي وليس يوم عمل من تاريخ مراجعة الاعتراض الأول بالنسبة لتجديد الشهادة فأن شهادة تول للمباني الجديدة والقائمة والأعمال الداخلية تكون صالحة لمدة 3 سنوات خلال هذه الفترة يجب تقديم تقارير أداء سنوية وصولا إلى موعد التجديد يحق لفريق المشروع تمديد فترة التجديد لمدة تصل إلى 6 شهور من خلال تقديم طلب رسمي بخصوص ذلك وفي حال عدم القيام بملء الطلب بخصوص تمديد موعد التجديد أو الفشل في تحقيق المتطلبات فأن المشروع سيخضع للنسخة المعتمدة في الفترة خلال 12 شهر قبل موعد انتهاء صلاحية الشهادة سنتكلم لاحقا عن هذا الموضوع بالتفصيل لكن الآن سنتكلم عن الشهادة الابتدائية يوجد مسار اختياري للمشاريع وذلك مقابل رسوم بالتقديم على الشهادة الابتدائية وهي تسمح للمشروع بتقييم خصائص المشروع من التصميم إلى الإنشاء والتشغيل وذلك قبل تقديم المشروع بشكل رسمي للترخيص الفعلي هذه العملية تساعد في تلاف المشاكل وتساعد أيضا على تحديد الخصائص الصحية الواجب للاهتمام بها والتركيز عليها في البيئة المبنية بالنسبة لتجديد الشهادة فأن الشهادة تكون كما تقلمنا سابقا صالح على مدى الثلاث سنوات وهو قد يأتي لسؤال في الامتحان أيضا خلال فترة الثلاث سنوات يجب توفير المعلومات أو توفير تقارير أداء السنوية وصولنا إلى موعد تجديد يحق لفريق المشروع تمديد فترة تجديد عندما تصل إلى 6 شهور طريقة طلب التنديد كما تكلمنا سابقا يجب ملأ الطلب بخصوص تنديد موعد التجديد خلال 42 شهر من استلام الشهادة الأولى وإذا لم يتم الالتزام بذلك فإن صلاحية الشهادة تستعتبر لاغية بالنسبة لأول تجديد يحق لفريق المشروع اختيار النسخة التي تم الترخيص عليها المشروع أما بالنسبة للتجديدات اللاحقة فإن المشروع سيخضع على النسخة المعتمدة في الفترة 12 شهرا قبل موعد انتهاء صلاحية الشهادة بالنسبة لشهادة أو اعتماد المباني الأساسية المرخصة وفق دليل مواصفات القياسية فإن عملية التجديد غير الزامية عملية التجديد لهذا نوع من الشهادات غير الزامية ولكن يحق لفريق المشروع أن يجدد الشهادة في حال الرغبة عملية التجديد قد تساعد المستأجرين في الحصول على شهادة العمال الداخلية من خلال تحقيق العديد من البنوط للمبنى الأساسي بالكامل الآن سننتقل إلى موضوع استلام الشهادة والإجراءات اللاحقة تتكون حزمة الشهادة تحتوي على رسالة الاعتماد الرسمية لوحة الاعتماد وبقية الوثائق المتعلقة الإجراءات اللاحقة المقصود بها تضمن خطوات المحافظة على الشهادة وحصولها إلى مرحلة التجديد من خلال مجموعة من المتطلبات المستمرة كما أن بعض البنوط تتطلب سجلات محدثة بشكل مستمر مثل نتائج استبيانات لمرحلة إشغال للمشروع سجلات الصيانة سجلات القياسات الدورية للمعايير البيئية مثل جودة الهواء والماء هذه البنوط تتطلب عادة تقديمها إلى جي بي سي آي لمراجعة على الأساس السنوي annual basis لضمان بقاء الشهادة بشكل صحيح يجب تقديم هذه المستندات والوثائق خلال 15 شهرا من الحصول على الشهادة ثم لاحقا كل 12 شهرا وصولها إلى موعد تجديد الشهادة أن الفشل في تقديم هذه المستندات قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية عند التجديد في حال عدم تقديم السجلات المحدثة فإنه بالإضافة إلى الرسوم التي تكلمنا عنها سابقا فإن هذه البنوط لن يتم احتسابها في دورة التجديد اللاحقة مما قد يؤدي إلى انقفاض درجة الشهادة أو حتى عدم الحصول عليها بالنسبة للإجراءات التصحيحية والاعتراضات يوجد دائما رسوم ثابتة للإجراءات التصحيحية والاعتراضات وتحدد القيام الإضافية بناء على البند المراد العمل على التصحيح أو الاعتراض على نتيجة تقييم بالنسبة للإجراءات التصحيحية والاعتراضات فأنا يجب تقديم خطة الإجراء خلال 180 يوم من تاريخ التقديم أو من تاريخ التقرير ويل ويجب أن تكون الخطة موقعة من مالك المشروع وتحدد الخطوات التي سيتم اتخاذها وسيقوم المحكم بتقييم خطة الإجراء الصحيحي وفي حال اعتمادها يجب تطبيق الخطة وإعادة طلب تقييم للأداء وبعد صدور نتيجة التقييم سيتم تحديث تقرير ويل بالنسبة لإشتراطات الاعتراضات كما تكلمنا سابقاً بالنسبة للتواريخ بالنسبة لعدد الأيام الخاصة بهذا الموضوع سنتكلم الآن عن استخدام معلومات المشروع عند تقديم المعلومات والوثائق فإن فريق المشروع يسمح للمعهد العالمي للأبنية ومن له الصلاحية من قبل المعهد بالاطلاع على المعلومات المقدمة خلال عملية الترخيص في حال عدم الرغبة بالإفصاح عن هذه المعلومات فإن فريق العمل يحق له اختيار وضع المشروع ضمن خانة مشروع خاص وبالتالي عند بدء التسجيل وبالتالي المشروع الخاص هو المشروع الذي لا يظهر فيه اسم المالك ولا اسم المشروع ولا العنوان في دليل المشاريع ول كما أنه لا يحق للمشروع الخاص تسويق المشروع أو استخدام حقوق التجارية لعلامة ول بالتالي يوجد جانب إيجابي وجانب سلبي بالنسبة للمسارات الإبداعية والمسارات البديلة مسارات البديلة هي طريقة تسمح لفريق المشروع باختيار أساليب بديلة لتحقيق المطلوب حسب البنوط في دليل ول ويحق للفريق التقدم بمسار بديل لأي بند على أن يكون كل مسار خاص ببند واحد ويجب تقديم المسارات المقترحة قبل أو بعد مرحلة التسجيل بحيث أن كل مشروع يحق له ثلاث مسارات بديلة بدون رسوم إضافية أما ما يزيد عن ذلك فيجب دفع رسوم عن كل مسار يتم تقديمه للقترح المسارات المقترحة ستكون سرية مع إمكانية عرض مختصر عنها للعامة وفي حال قبول المسار وتحقيقه للنتائج على مستوى كبير يمكن اعتماده في النسخة المستقبلية للمعايير أما بالنسبة للمسارات أو البنود الإبداعية فإنها تشمل تقنيات فريدة للوصول إلى بيئة صحية قد تكون البنود الإبداعية تشمل مبادئ رائدة أو استراتيجيات غير مذكورة في المعايير أو بنود يمكن تطبيقها بطريقة غير مدرجة حسب نوع المشروع والدالي أن كل بند إبداعي يجب أن يكون مدعوما بأدلة علمية من خبراء وأوراق بحثية معتمدة وموثقة من أجل إدراج البنود الإبداعية في مرحل مراجعة الوثاقل قد ما يجب تقديم البنود بنفس طريقة تقديم المسارات البديلة الآن احتساب النقاط والدرجات في شهادات ول يتم احتساب النقاط للمشروع من خلال تحديد عدد الاشتراطات المسبقة الكلية وعدد الاشتراطات التحسينية الكلية حسب نوع المشروع كما تكلمنا في البداية ثم احتساب عدد المحقق منها في كل منها ويتم استخدام المعادلات التالية المعادلة الأولى هي المعادلة في حال عدم تحقيق أو في حال الفشل إذا كان عدد الاشتراطات المسبقة عدد الاشتراطات المسبقة المحققة وهي Preconditions Achieved إذا كانت أقل من المطلوبة Total Preconditions فبالتالي سيكون عدد النقاط أقل من 5 حسب المعادلة عدد الاشتراطات المسبقة المحققة على عدد الاشتراطات الكلية مضروب ب5 فإذا كانت الاشتراطات المحققة أقل من الاشتراطات الكلية فبالتالي عدد النقاط أقل من 5 وبالتالي لا يمكن الحصول على الشهادة الآن في حالة النجاح إذا كانت الاشتراطات المسبقة المحققة يساوي المطلوب وبالتالي عندها يتم الاحتساب على أساس المعادلة التالية إذا كانت تساوية PA على TP تساوي 1 فبالتالي درجة المحققة تخضع عن المعادلة 5 زائد الاشتراطات التحسينية المحققة على الاشتراطات التحسينية الكلية مضروبة ب5 سننتقل إلى مثال توضيحي سيسهل فهم الموضوع بالنسبة للمثال الموجود أمامنا كما ترون يوجد لدينا 7 يوجد لدينا 7 مبادئ الهواء الماء التغذية الضوء اللياقة البدنية الراحة العقل يتم وضع هذا المشروع الموجود أمامنا وهو مشروع لأغراض التدريب Pre-Conditions Optimizations Applicable Achieved سنلاحظ أن Applicable Achieved في النسبة لل Pre-Conditions متساوي وبالتالي نحن في حالة نجاح مبدئيا اعتبارا من هذه اللحظة هذا المشروع حقق على الأقل 5 نقل الآن الانتقال إلى ال-Optimizations إلى الإجراءات التحسينية أو البنود التحسينية Applicable 17 17 سيتم أو تم تحقيق 3 وبالتالي حسب المعادلة 5 زائد 3 على 17 النسبة أو الرقم سيتم تدويره إلى أقرب رقم صحيح فيكون 5 أيضا الماء نفس الشيء لم يتم تحقيق أي Optimization بالتالي الرقم هو 5 عدد النقاط لاحقا التغذية 6 على 7 مضروب ب5 5 5 زائد 4 بالتقريب 9 نقاط وهكذا وصولا إلى Total والScore سيتم احتساب كافة النقاط وأخذ المعادلة وتدويره إلى أقرب رقم صحيح بالنسبة لعدد النقاط من 0 إلى 4 المبنى لا يحقق أي أي درجة المبنى غير حاصل على شهادة ول إذا كانت النقاط من 5 إلى 6 ذلك يعني أن المشروع حاصل على درجة الفضية من 7 إلى 8 حاصل على الدرجة الذهبية 9 حاصل على الدرجة اللابلاتينية بالنسبة لمشروعنا باعتباره حاصل على الدرجة 7 فهو حاصل على الشهادة الذهبية هذه بشكل مختصر مقدمة عن نظام والستاندار شكرا لكم للمتابعة ترجمة نانسي قنقر